بيقولك ايه؟ تيجي تصيد ويصيدك تيجي تصيد ويصيدك انا ليه بقول المثل ده؟ احنا اتكلمنا وقلنا خبر الاسبوع اللي فات على وزارة التربية والتعليم والكتب الخارجية اللي نزلت ونزلت غالية ونزلت قبل كتب الوزارة ونزلت مرتفعة في اسعارها وازاي الوزارة هتسيطر عليها والكلام ده كله النهاردة بقى وزارة التربية والتعليم بتقول لنا خبر نتمنى انه يكون صحيح مش عشان الناس اللي جابت او ما جابتش عشان عايزين نقفل باب الكتب الخارجية ويعود الكتاب المدرسي رونكو وينافس ويقضي على الكتب الخارجية بتقول ايه؟ الدكتور ايمان بهاق الدين نائب وزير التربية والتعليم قال الكتب الخارجية للثانوية العامة الموجودة في الاسواق غير مطابقة للمناهج الجديدة يعني اللي اشترى كتب ثانوية عامة من اي مكتبة دي مشكلة غير مطابقة للمناهج وتابع خلال تصرحات له لم يحصل اي احد من الشركات على ترخيص كتب خارجية للثانوية العامة معنى كده ان فيه اجراءات هتاخدها الوزارة هنشوف وقال الكتب الخارجية المتواجدة في الاسواق حاليا غير مطابقة للمناهج الجديدة ودور النشر مسؤولة عن طباعة المناهج والازمة ستكون في الصف الاول السنوي اكثر من الثاني والثالث يعني المرحلة السنوية كده كلها طبعا بعد التعديلات اللي قالها وزير التربية والتعليم كل اللي جاب الكتب دي تشوفوا بقى هتتعامله ازاي مع المكتبات او دور النشر هتحلها ازاي انا شايف انها القرار كان مفروض يعني يبقى بدري شوية عن كده بس لو احنا بنتكلم عن ماضية الكتب الخارجية ما انا مش عايز المواطن الدفع فيروس برضو يروح للمكتبة يقول له هرجع الكتاب يقول له لا مليش دعوة بعتهولك فهي مسؤولية قبل ما تكون المكتبة اللي اشترى منها الكتاب هي مسؤولية دور النشر زي ما قال نائب وزير التربية والتعليم وقال لا صحيح لمخالفة الوزارة قانون الثانوية العامة بشأن التعليم وتطوير العملية التعليمية كرارات ادارية والوزارة الحرية في تنظيم العملية وفق مصالح الشعب ولسنا في حاجة اه بقى كلام ده يا جماعة كلام ده مهم جدا 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 لان التصريح ده انا محتاج افهمه لان قيله نائب وزير التربية والتعليم كلنا يعني حضراتكم وانا محتاجين نفهم قيل ايه بقى بيتكلم على تطوير العملية التعليمية والحاجات اللي علنها وزير التربية والتعليم في المؤتمر اللي كان الاسبوع اللي فات قال إيه؟ قال لسنا في حاجة لانتظار قرار برلماني بالموافقة أو الرفض على تلك التعديلات ده تصريح نائب وزير التربية والتعليم هل هذا الكلام صحيح؟ أنا معرفش هل القرارات دي تمشي من غير ما تتعرض على البرلمان والوزارة مفوضة أنها تاخد القرارات دي؟ أنا مش عايز هافتي ومعرفش بس أي عملية تطوير واللي كان متقلنا قبل كده أن في حوار مجتمعي وفي عرض على البرلمان النهاردة نائب الوزير تقول إحنا مش ملزمين إن إحنا نعرض على البرلمان ده تصريح رسمي تصريح رسمي من نائب وزير التربية والتعليم أنا لا بقول صح ولا بقول غلط أنا بقول اللي قيله نائب وزير التربية والتعليم يعني ده مش رأي شنودة أنا بقول لحضراتكم أنا معرفة هل الكلام ده صح؟ هل الكلام ده غلط؟ يتحمل مسؤوليته المصرح به واختتم قائلا سيتم منقشة تلك التعديلات وشرحها لعضاء البرلمان والمجلس إذا كان له طلب أو اعتراض سيتم تنفذها باعتباره سلطة تشريعية منكم بقى للبرلمان وإحنا متابعين وفي الآخر أنا يهمني كولية أمر أو كراجل مواطن مصري إن أنا لها مصلحة ابني في المرحلة الدراسية طيب كتب الوزارة هتنزل إمتى؟ بعد التعديلات هل هنقض شهر وشهرين من غير كتب يبقى لكتب خارجية موجودة ولا كتب وزارة موجودة؟ ده سؤال الولاد هتشتغل إزاي في المدارس؟ ده سؤال تاني والمدوسين هيشتغلوا إزاي؟ الكتب اللي بتتأخر كل سنة يعني أنا عندي تلات حاجات اتكلم فيه وزير التربية والتعليم عندي الكتب وعندي السناتر وعندي غياب الطلبة لو حضرتك يا معالي الوزير نجحت في واحدة أو اتنين منهم وتنفذ على الأرض الكلام صح يبقى عشر على عشر ما نجحتش يبقى فيه كلام تاني ونتمنى طبعا النجاح نبقى نتنمش لأي حاجة في مصر إخفاق لكن احنا بنتكلم على الكتب هل هتلحق تطبع وتتشال وتتوزع وتوصل قبل بداية العام الدراسي؟ خلينا نشوف دي تصريحات نائب وزير التربية والتعليم الدكتور أيمن بهاء الدين ده بالنسبة لموضوع الكتب الخليم